أنت الآن برج القوس في وضع وقفة مع النفس وكأنك تقول سوف لن أسمح بأخذ حقي وعندي حق يجب أن أخذه وأنت تدافع بشراسة لأخذ هذا الحق أو الحفاظ على ما لديك أو أنك شخص لا تريد الارتباط وأنك الآن مركز بحياتك العملية والمادية أو أنك في مشكلة مع الحبيب وصراعه وتحاول اتفاع عن نفسك وأنك على حق وتريد أن تضع نقاط على الحروف بينك وبينهم وتتكلم معه بصراحة فربما أنت قد مررت بظروف صعبة وقاسية وبأشكال وبأشياء فرضت عليك أن تكون صعبة أو أنك أيضا خائف من الحب لأنك قد مردت بتجارب حب فاشلة وأنت الآن تفضل ابتعاد ووضع حدود أو أنك تعرضت لاتهام أو أي شيء من هذا القبيل أنت والحبيب وأنت في موقف الآن الدفاع على النفس أو لديك منافسين مع الحبيب أو حتى في عملك الحالي إذا أخذنا من ناحية عملية وأنت تريد أن تقاتل وتقاوم كل من يأتي ويحاول سلبك هذا الحق أنت ترى الحبيب ربما أنتما في زواج أو ربما كان بينكما ارتباط والآن أنتما في ابتعاد وخلاف ومشاكل أنتما الآن هنا أنتما متباعدين ولكن الحبيب يحن إليك كثيرا ويريد أرجوع إليك فهو جدا مشتاف إليك وجدا يحبك وأنت بالنسبة له هو أنت توأم لروحه هو يحس وكأنه يعرفك من حياة سابقة إن هذه العلاقة بينك وبينه هي توأم روح أنت وهذا الشخص تحبين بعضكما كثيرا وهذه أدت إلى مشكلة بينكما فربما الغيرة فربما أو ربما علاقة ثلاثية قد دخلت بينكم وأفسدت ما كان بينكما من حب كبير وربما أنت وهو في شراكة عمل أيضا في نفس مكان العمل ربما أنت وهو في عمل وفي زواج أيضا الحبيب أو أنت عفوا طاقتك لهذه القراءة هذه الإمرأة مقيدة لا تقدر على أن تقدم أي خلول وهذا الكارت دولنا على أنك إنسان روحاني صحيح بأنك كما ظهر في هذا الكارت أنت إنسان عصبي بالغالب ولكنك إنسان روحاني جدا وطيب القلب وحساس ومتواصل بالروح مع الله ومع الحبيب أي لديك حاسة سادسة ترشدك دائما وأنت الآن تحاول ابتعاد عن كل من حولك وجلوس مع النفس لبقت ما لكي تستطيع أن تجمع أفكارك وتحاول أن تجد حل لهذه المشكلة التي حصلت بينك وبين الحبيب فأنت لا تريد الحب لهذه الفترة وكأنك أغلقت قلبك عن الحب لأنك زعلان مع الحبيب غاضب منه ولا تريد الكلام أو التواصل معه كما يظهر لي بهذه الأل وأنت الآن في حيرة كبيرة ما الذي يجب أن تعمله هل أتواصل مع هذا الشخص أو أتركه فربما كانت بينكما مشكلة كبيرة جعلتك بهذه الطاقة أو أنك قد مرضت بشيء صعب في الطفولة قد تسبب لك بعقدة عاطفية أو مادية وأنت الآن لا تريد التواصل مع هذا الشخص أو تخاف أن تتواصل مع هذا الشخص ربما هذا السبب شكل لك عندك شيئا ما في قلبك فأنت تشعر الآن بالضعف الداخلي وتشعر كأنك ممزق بين أمرين أو اختيارين يجب عليك قبول إحداهما وأن تخاف من نتائج اختياراتك الحبيب الحبيب هو الآن مركز على الأموال والاستقرار المادي ويحاول التوازن بحياته بين الأخذ والعطاء وهو شخص كريم ولكنه يحب العدل يريد معك العدل احتمالي أنه قد طلب منك شيئا ويحب أن تعطيه هذا تعطيه لقدر ما تأخذ منه ربما أنت ما كما قلت في شراكة زواج أو عمل وإذا كنت ما في زواج فاحتمال أن يكون الحبيب في حاجة مادية وقد تركته وعنده أولاد وهو طالب منك العدل معه ومع أولاده إذن هناك احتمالين احتمال لأنكم تكون متزوجين وهناك مشاكل بينكم وهو يطالب منك العدل لأنه عيش مع أولاده لوحده وهو بحاجة مادية أو أنك أنت بعلاقة جديدة مع شخص معين تريده بعينك وأنت الآن في تباعد عنه عن هذا الشخص هو جدا هذا الشخص يحبك ويريد أن يتقرق منك ويريد أن يكون معك وهو يشعر كأنك توأم لروحه ولكنك أنت المبتعد في هذا الكرت وأنت لا تريد التواصل أن تخائف من التواصل ربما بسبب وضع نفسي بداخلك ربما هو تشعر بأنه هو أفضل منك ماديا هذه احتمال آخر احتمال هذا الاحتمال الآخر الذي قلتك لكم تشعر بأنه أفضل منك ماديا وأنت عندك العقدة من الطفولة أو الشيء الذي سبب لك هذا ربما حاجة ماديا من طفولتك جعلتك ترتبط بشخص أفضل أو ماديا أفضل منك ماديا فهذا احتمالين لنمشي على الاحتمال الأول بأنكم مرتبطين وأنتم في علاقة زواج وأن هناك في مشاكل هناك بينكم مشاكل وهو يريد أخذ حقه منك وهو بحاجة مادية مشاعرك باتجاه الحبيب أنت تشعر كأنك ترفض كل الحب الذي يقدم لك من هو من أي شخص آخر أنت خائف من قبول أي عرض في الحب هناك عدة عروض أمامك وعدة خيارات ولكنك أنت تفكر بأشياء التي مرت معك في السابق ولا تريد النظر إلى الأشياء التي تقدم إليك حاليا الحبيب الحبيب جدا متعب وهو وكأنه يحمل حمل ثقيل على عاتقه احتمال بأنه كما قلت أنكم ما في زواج وأنتم وهو الآن يشعر بالحمل الثقيل العبء الثقيل الذي على عاتقه ولا يقوى على النهوذ من جديد فهو جدا متعب وكما مر معنا في الطاقة العامة هو متعب جدا هو يحن إليك ويحن إلى الرجوع إليك في علاقة ربما تكونان قلتوا ربما حصل بينكما الخلاف بسبب طرف ثالث دخل بينكما ليس بضرورة إمرأة بل ممكن أن يكون أب أخ أم أخت أي أحد من أفراد العائلة وأفسد بينكما العلاقة أو أنك في هذه الطاقة أو أنك اتهمته اتهامات كانت قاسية عليه اتهمته بشيء ما بأنه ما علاقة مع شخص آخر أو أي شيء من هذا وهو الآن في حالة حزن وشوق إليك بشكل كبير نوايا الحبيب هو ينوي السفر إذا كان بعيد عنك أو إذا كان في مكان آخر أو إذا كان في أي مكان هو ينوي أن يختارك ويأتي إليك بسرعة فهذا الكرد يدلنا على أن هذا الشخص قد فقد الصبر فقد السيطرة على نفسه عنده من الطاقة لك ومشاعر الشيء الكبير الذي لا تستطيع أن تتصوره فقد ظهر لدينا طاقة العاشقين كارت العاشقين وهو جدا يحبك وأنت من نسبة له ضوءا لروحه وظهرت لدينا هذه الطاقة أيضا هو يحن جدا بالرجوع إليك وهو عنده حنيب وطاقة عالية جدا هو يحبك أكثر بكثير مما أنت تحبه أنت أجد بأنك أنت أيضا تحبه لكن لا تعبر أيضا عن مشاعرك أنت بطبعك قاسي قليلا ربما جرحته بالكلام ربما قلت له كلام قاسي قد جرحه ولكنه يحبك بصدق هذا الشخص وهو ينوي الرجوع لأنه قد فقد الصبر وفقد السيطرة على عصاله وربما يتصرف طائش حتى بسبب فقدانه لصبره هو ينوي المجيء إليك بشكل سريع جدا هو مطعب جدا هو مطعب جدا ويحاول ويريد أن يرتاح يريد أن يرتاح الحمد الثقيل على عتقي احتمال بأنه كما قلت احتمال بأنه يوجد أولاد أينكم وهو يشعر بالحمد الثقيل الذي على عتقي يريد أن يرتاح نتيجة القراءة هذه هي الراحة هي الاستشفاء ربما تحصل بينكم مصارحة وعودة الأمور إلى ما جريها واستشفاء من هذه المشاكل والخلافات أنا أجد بأن هذه هي سوء تفهم بينكم ليست هي بالمشاكل كبيرة ربما شرارة غضب أي أمر حصل بينكم أي كلمة سمعتموها من أحد الأشخاص أثرت على حياتكما وجعلتك جدا تغضب وتحاول أن تدافع عن نفسك بأي شيء فأنت في وضع أيضا في وضع اختيار صعب ربما أنت بوضع اختيار بين أمرين بين شخصين بين قرارين أنت لا تعلم ماذا تريد وهذه هي النصيحة لك كن حنونا كن عطوف حافظ على استقرارك المادي والعائلي عبر عن مشاعرك قليلا فهذه الملكة لا تعبر عن مشاعرك وهذه هي طبقة تنصحك بالتعبير عن مشاعرك أظهر كرامك حافظ على توازنك المادي واستقرارك فإذا كان هذا الشخص لديه مال فهو سيعطيك هذا الاستقرار المادي الذي تفتقده إذا كنت أقل منه ماديا فهذا الشخص أنا أراه جدا مناسب إليك وهذه فرصة بحياتك يجب عليك أن لا تضيع من بين يديك وإذا كانت هذه العلاقة كما قلت في البداية هذه علاقة جديدة ليست علاقة سواجة تظهر لي طاقتين الطاقة الأولى تحدثنا عنها الطاقة الثانية كما قلت ربما عندما في تعارف جديد وتريد ارتباط بهذا الشخص وأنت احتمال بأنك تشك بأن هذا الشخص متعرف على شخص آخر أو في علاقة أخرى وأنت قد غضبت ما هو منه لهذا الشيء أو أنك تريد هذا الشخص ولكنك تخاف من الاختلافات ربما اختلافات مادية أو عائلية فهو ربما من عدم توازن بين الطبقات أنت من طبقة فقيرة أو من طبقة غنية باحتمالها وأنت تخاف من هذا الشيء وترفض أي مشاعر حب لأنك تخاف من الحب أو أنك مررت في علاقات أو تجارة سابقة فقدتك الشعور بالثقة بالحب ولكن هذا الشخص أقول لك بأنه يحبك جدا وهو متعب جدا بغيابك وينوي المجيء إليك لأنه في طاقة عالية تجاهك وكل ما يجب عليك أن تقوم به كل ما يجب عليك أن تقوم به أن تكون حنون على هذا الشخص وتخرج من طاقة الغضب هذه وطاقة الخوف والزعل هذه الابتئاب وتعبر له عن شاعرك فهو شخص يستحق من جهة لنأخذ كرتين للنصيحة تقول لك هذه البطاقة لا تخاف ولا تحزن وتذكر بأن الله يقف دائما بجانب من يذكره فأنت بهذه البطاقة أنت شخص جدا روحاني وأنت إنسان خائف خائف من أخذ الخيارات خائف من أي شيء باحتمال شرحنا بهذه الطريقة قلنا كل شيء لا أريد أن أكرر الكلام مرة أخرى فأنت تنصحك بأنك لا تخاف ولا تحزن وتذكر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر